بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن أطيب تهنيه بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الوطني التسع عشر للحزب الشيوعي الصيني وإعادة انتخاب فخامته أمينا عاما للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثانية وقد أكد سمو ولي العهد في برقيته على العلاقات المتميزة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وما وصلت إليه من تقدم وتنسيق وتشاور مثمر يعود على البلدين والشعبين الصديقين بالمصلحة والمنفعة المشتركة متمنيا لفخامته دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه والاضطلاع بمسؤولياته لتحقيق أمال وتطلعات الشعب الصيني الصديق في مزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء كما بعث صاحب سمو الملكي ولي العهد نايب القائد الأعلى نايب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقيتين تهنئة مماثلتين إلى كل من معالي السيد لي كي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية ومعالي السيد شانج جاولي نايب الرئيس الصيني أعرب سموه فيهما عن خالص تهنيه بهذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر